حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيانا عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبسق عن يمينك ولا بين يديك وبسق خلفك وعن شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وذلك تحت قدمه ولم يقل وكيع ولا عبد الرزاق وبسق خلفك وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن منصور قال سمعت ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليت فلا تبسق بين يديك ولا عن يمينك ولكن أبسق تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فتحت قدميك وادلقه حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبسق أمامك ولا عن يمينك ولكن من تلقاء شمالك أو تحت قدمك ثم أدلقه شكرا شكرا شكرا